اختيار اسم القناة. اختيار اسم القناة من الحاجات المهمة جدا 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 في مشروع اليوتيوب. وده انوان الحلقة التانية من كورس اليوتيوب بين ايديك. ببساطة شديدة لما نيجي نختار اسم للقناة بتاعتنا نترايش شوية شوية تلاتة. مش اي اسم يجي على بالنا كده نروح حطينه. لا احنا عايزين نعمل اسم يكون علامة الناس تفتكرنا بيها. دلوقتي وبعدين وبعدين يبع علامة كده. زي قناتها لتعلم مسلا. ما شاء الله بقت حاجة قوية جدا. زي مسلا ان حضرتك او حضرتك يكون اسم القناة باسم حضرتك او اسم حضرتك. ببساطة شديدة زي شاد سرور زي ناس كتيرة قوي قوي قوي. اسميها معلمة زي احمد يونس مسلا. اللي هو الشهير بروعب احمد يونس. فاتمنى انتم قبل ما تختاروا اسم القناة تتريسوا شويتين تلاتة. كمان تعملوا سيرش كويس جدا او تعملوا بحس كويس جدا جدا جدا. علشان الاسامي المقررة يتير جدا جدا جدا. فطبعا لما حد يجي يعمل سيرش عن فلان الفلاني او اسمه فلان الفلاني يلاقي يجي تلاتة اربع عشر قنوات ولا حاجة. لأ انتم تعملوا بحس كويس جدا جدا وتتأكدوا ان مفيش في المنصات اليوتيوب مثلا والفيسبوك والحاجات دي حد بالاسم ده. حتتعبوا شوية عشان تختاروا الاسم بس مفيش مشكلة بس كل تعب بيجي وراه فايدة. يعني لازم الاسم ما يبقاش حد شبهه ولا حد شكله ولا الكلام ده. وفي ناس بقى بتعمل حاجات لذيذة كده يعني مثلا بيكتب اسم قناته مسلا بيبقى بالعربي يروح حد مقلده وكتبه بالانجليزي يعني يعني ده الاختلاف. وفي حاجات كتيرة كده بتتعامل اه جوه الاعدادات بنكتب كلمات مفتاحية معينة لما حد يعمل سيرش لازم يبقى من ضمن الكلمات المفتاحية دي اسم القناة فده ده موضوع هنجيله بعدين لكن احنا دلوقتي في اسم القناة اختيار اسم القناة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا 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 ونختار بعناية. الاسم ده لازم يكون بيضل على المحتوى اللي انا هقدمه. انا شخصيا بفضل ان اسم القناة يكون من اس او اسمين ده اقصى حاجة. تلاتة ده مع اه اه بحبش التلاتة قوي. ليه بقى? لسبب بسيط. بسيط جدا لان حضرتك بعد كده قدام لما القناة تجبر هتحتاج ان انت تعملي يو ار ال. اللينك يو ار ال ده اللي هو اللينك مختصر للقناة. زي مسلا قناة باكت امل. مش دي. التانية. دي اسمها باكت امل للقنوات. التانية اسمها باكت امل. بتاعي عبارة عن. طبعا لما يبقى اسم القناة بتاع حضرتك مكون من اربع اسامي. هتضطر غزبا عنك ان انت تختصري. لان الاسم هيبقى طويل جدا جدا في اختصار. دي حاجة على جمع. ولكن مش معنى كده ان الاسامي الكتيرة او الكبيرة او او او. لمكونة من اربع وخمس كلمات. مش شغالة ومش ماشي. لا بالعكس في ناس بسم الله ما شاء الله يعني منطلقة ونجحة كمان بالاسامي دي. فانا اتمنى ان انتم وانتم بتختاروا اسم القناة. تختاروا اسم منفرد. ما فيش حد زيه. تدوروا كويس قبل ما تختاروا اسم القنوات بتاعتكم. لو قنواتكم صغيرة وتقدروا ان انتم تغيروا اسامي القنوات الاسامي اقل واصغر. يبقى ممتاز جدا 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 جدا. وتبتدوا بقى تبنوا على الاسم ده. ان انتم تكبروه وتخلوه فعلا الناس يعلم معها الاسم والناس تكركوا بالاسم ده. ده ده فلان بتاع قناة كزا كزا. او فلان بتاع القناة كزا كزا كزا. او قناة فلان بتاع قناة كزا. اتمنى ان انتم تاخدوا بالكم من النقطة دي. ودي كانت الحلقة التانية من كورس اليوتيوب بين ايديك. وانتظرونا في حلقة جديدة بازن الله. كنت معاكم احمد محمد عبد المنام. والسلام عليكم. موسيقى